وطول الوطن العسكرية ما بين المدارس لمسير المغاوير عرفت مشاركة مختلف المدارس العسكرية العليا والتطبيقية وسيطر على مجريتها عناصر مدرسة العليا للقوات الخاصة حيث دخل في المركز الأول والثاني ناعي جمال وبالعربي العيد وكلاهما من نفس المدرسة وحل ثالثا عبدالقادر حمودي من المدرسة العليا للمشهد كانت المنافسة قوية جدا بين العدائين تحصلنا على المرتبة الأولى في مجهودات المبدولة طوال السنة والنظام المسطر من طرف القيادة حفل الاختتام أشرف عليه العميد قسيسة بالقاسم قائد المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري أيها الرياضيون الآن وقد انتهت وقائي هذه البطولة التي تشرفت المدرسة العليا لسلاح المدرعات بتنظيمها فباسمكم جميعا وقدموا جزيرة الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم وتحضير هذه التظاهر الرياضية العسكرية كما أحييكم على المهجودات التي بدلتموها في الأخير وزعت الميداليات على الفائزين بهذه البطولة حيث فاز فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة بكأس البطولة حسب الفرق متفوقا على فريق المدرسة العليا للموشات الذي تحصل على مركز الثاني وعاد المركز الثالث لمدرسة التقنيات المعتمدية للناحية العسكرية الأولى